اشتركوا في القناة في القناة السويس الفريق أسامة ربيع أن أنفاق الثالث من يوليو تعد تكليلا لمجهودات الدولة للنهوض بمشروعات البنية التحتية وتحقيق الربط الأمثل بين الطرق والمحاور المختلفة أوضح ربيع أن التشغيل المبدئي سيكون من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء على أن تعمل الأنفاق بكامل طاقتها على مدار الساعات الأربع والعشرين في القريب العاجل انطلق القمر الصناعي المصري طيبة واحد إلى مداره النهائي بنجاح من قاعدة جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية أكد مجلس الوزراء أن القمر سيحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات بمصر كما أنه يمثل حجر الزاوية لدعم المشروعات العديدة التي تبنيها مصر لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2003 في العراق يواصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية إغلاق طرق رئيسية إذ قطع محتجون الطريقة بين محافظتي الديوانية والنجف فيما تجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب على جسر رئيسي وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل كما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في غضون ذلك أعلن محافظ المثنى تعطيل الدراسة اليوم وغدا على وقع الاحتجاجات الجارية يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم زيارة رسمية لدولة الإمارات تتناول علاقات البلدين الزيارة هي الثانية خلال عام حيث وزار الأمير محمد بن سلمان الإمارات في نوفمبر الماضي قال وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني أن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت النيران فيها خلال المظاهرات التي تشهدها إيران أضاف رحماني أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت فضلا عن نحو 70 محطة غاز أحرقت مشيرا إلى أن ما يصل إلى 200 ألف مشارك شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في الخامس عشر من هذا الشهر بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بنسب وصلت إلى نحو 300% تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني أكسترانيوز.TV إلى الملتقى